السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسنا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أحد أهم المشاكل التي تواجه متعلمية للغة الإنجليزية وهي مشكلة الإملاء والكتاب باللغة الإنجليزية إذا أردت أن أكتب كلمة معينة أكتبها بشكل خاطئ ما هي مشكلتنا كعرب في الإملاء الإنجليزية؟ نتحدث في هذا الفيديو عن الأسباب لهذه المشكلة وكيف نحل هذه المشكلة تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي تغير من نظرتك بالنسبة للإملاء الإنجليزية أول سبب ليس هناك تطابق أو توافق بينما نسمع ونكتب كيف؟ نسمع لفظ كلمة معينة حفظين الأحرف حفظين الأصوات لكن عندما أكتب هذه الكلمة تكون خاطئة لماذا؟ ليس هناك توافق بين اللفظ والكتابة مثلاً نسمع كلمة نو أي نو اي يو أعرفوك اي يدي الشخص يكتب نو يو لاحظ هذا خطأ نو بهالشكل هذا إذا عندنا حرف ك يعتقد المستمع أنه كلمة نو I know you كلمة listen لاحظ listen لا يجلدنا حرف T لكن تفاجأ عندما الكلمة فيها حرف T light نريد أن نكتب كلمة light أيضاً لاحظ GH أيضاً ما تلفظ إذن هذا أحد الأسباب ليس هناك تطابق بين اللفظ والكتابة السبب الثاني الصوت اللفظ الإنجليزي يكتب بأكثر من طريقة ممكن بحرف وحيد أو ممكن حرفين أو ثلاث حروف أو أربع حروف ويعطينا نفس الصوت لاحظ هذه الكلمات she station لاحظ أيضاً T I O نفضها ش sugar أيضاً S يوعدنا ال S U ش أيضاً expression عدنا double S I O N ش إذن صوت sh باللغة العربية كتبنا S H T I O S U double S I O N إذن لاحظ أربع طرق ونفس الصوت يعطينا أيضاً هذا يحدى الأسباب التي تجعلنا نكتب شكل خاطئ باللغة الإنجليزية أيضاً لدينا كلمات نفس اللفظ كتابة مختلفة ومعاني مختلفة مثل عدنا كلمة sun نسمع كلمة sun نعرفها ولد أو ابن وشمس لكن S O N S U N لاحظ sun sun نفس اللفظ كتابة مختلفة ومعنى مختلف عدنا كلمة week أيضاً الكلمة الأولى week ضعيف الكلمة الثانية week اسبوع نفس اللفظ معنى مختلف وكتابة مختلفة أيضاً هذه أحد الأسباب التي تجعلنا نقطة عند الكتابة باللغة الإنجليزية أيضاً مثل عدنا write لاحظ write W-R-I-T-E يكتب R-I-G-H-T بمعنى يمين أو صحية نفس اللفظ إذن هذه إذن هذه أحد الأسباب التي تجعلنا نقطة باللغة الإنجليزية عند الكتابة يجب أن نعرف هذه المعلومات بالتالي يكون عندنا فكرة عامة للكتاب باللغة الإنجليزية أقصد كتابة الكلمات أيضاً لدينا الأحرف الصوتية المركبة نعرف الأحرف الصوتية A-I-O-U-E تلفظ أيضاً بأكثر من طريقة مثل عدنا E-A ممكن نلفظها E مثل عدنا seat ممكن أيضاً E-A نلفظها A Head لا نقول head seat head إذن نختلف لفظ هذه الحروف مثل عدنا O-Food Food إذن بين O طويلة أيضاً O قصيرة إذن أحد الأسباب التي جعل نخطئ باللغة الإنجليزية أيضاً لدينا بعض الأصوات مثل عدنا F enough GH لاحظ GH F عدنا phone PH أيضاً F feet حرف F نفظه F feet حرف F F أيضاً بعض الحروف ليست موجودة باللغة العربية إحنا عدنا حرف P فعدنا كلمة Bark ينبح لكن حرف P مشدد ليس موجود باللغة العربية Park ممكن شخص ينطق الكلمة هذه Park يقصد بي أنبح الكلمة هذه أيضاً أي مختلفة هل نضغط على حرف P الكلمة الأولى Park الكلمة الثانية Park هذا بالنسبة للأسباب الآن نتكلم ما هو الحل أكي أستاذ أنتو أعطيتنا الأسباب فهمنا الأسباب طيب أعطينا حل لهذه المشكلة أول حل لهذه المشكلة تعلم الكلمات البسيطة نتعلم الكلمات التي تختلف بحرف واحد set net met يكون عليه أسهل كبداية man can fan إذن أبدأ بالكلمات ثلاثية الحروف أيضاً أنتقل للكلمات ربعية الحروف مثل عندنا sight kite take lake إذن ثلاثية ربعية إذن أتعلم بالتدريج لكي تترسخ لدي الفكرة تماماً أيضاً أبدأ بتعلم الكلمات الشائعة باللغة الإنجليزية مثل عندنا الضمار بحالة الفاعل I he she it we you they أتعلم الضمار بحالة المفعول به me him her it us you them ضمار بحالة ضمار بحالة الملكية my his her its this you there مثل عندنا أدوات الإشارة وأسماء الإشارة this that there those these here أيضاً تعلموا الصفات الشائعة tall short red white أيضاً الأسماء school driver home إذن الكلمات الشائعة أبدأ فيها أيضاً أحاول عندما أحفظ الكلمة أقطعها مثل عندنا كلمة information in for me shin إذا قطعها أربع أصوات إذن عندما أكتبها in for ملاحظين me shin بهذا الطريقة تكون عندي سهلة مثل عندنا كلمة attraction at rock shin إذن دائماً الكلمة الطويلة أحاول أقسمها إلى أصوات إذن مقاطع صوتية تكون عندي أسهل بالحفظ أيضاً يجب أن أعرف النهايات نسميها suffixes إذن أو نسميها اللاحقات يعني فيه كلمة يكون كلمة الأصل ونضيف لها اللاحقة مثلاً الأسماء كل كلمة تنتهي بهذه اللاحقات mint enc 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 a tion ion sion hod ship هذه الكلمات مباشرة الأسماء حتى لو ما تعرف ترجمت الكلمة تعرف أن هذه الكلمة اسم يعني أي قسم من أقسم الكلام هل هي فعل هل هي هل هي اسم هل هي صفة هل هي الظرف مباشرة أي كلمة تنتهي بهذه النهايات أعرف أنها اسم مثل عندنا station خلص حتى لو ما تعرف ترجمت الكلمة خلص منتهي tion هاي معاته اسم station importance أيضاً منتهي a n c هاي اسم باشرة حتى لو ما تعرف ترجمتها طبعا station ما حطة importance اهمية اهمية في نهاية الكلمة تعرف أن هذه صفة مثل عندنا كلمة expensive إذن غالي أيضاً لو نكتبها كما قلنا نقسمها x pen save كلمة beautiful ملاحظة منتهية f u l أيضاً بتكون صفة مثلاً عدنا f y a t e y a t e y بتكون هذه أفعال عدنا care simplify إذا ملاحظ متهين f y بهذا الحال تكون الكلمة فعل هذا مهم عند الكتاب باللغة الإنجليزية أيضاً يجب معرفة الأحرف الساكنة مثلاً w h what h light light g h لا تلفظ أيضاً اللاحظ k n الكلمة no t عدنا listen t لا يلفظ عدنا m b b com m n autumn يجب معرفة الحروف الساكنة باللغة الإنجليزية أيضاً عند الحفظ أحاول أحفظ كلمة واشتقاقاتها مثل اللغة العربية مثلاً جميل جمال مثلاً beauty لاحظ beautiful أيضاً قلبنا y i beautifully لاحظ ضفنا y beautician إذاً كلها من أصل الجذر هو beaut لاحظ واشتقنا منه الكلمات الأخرى أيضاً أحفظ الكلمات المعروف باللغة الإنجليزية مثلاً عدنا would should could لاحظ l ما يلفظ إذاً تعلم هذه الكلمات أيضاً تعلم القواعدة تخص الكتابة باللغة الإنجليزية بالنسبة للمفردات مثلاً عدنا كلمة cut بعدما نضيف ing تصبح cutting لأنه بيعدنا حرف صوتي واحد وحرف ساكن وحيد مثلاً sit sitting أيضاً اللحظة كلمة متاهبة بي قبل حرف ساكن نقل بي إلى i ونضيف ed الحيب يرجع أيضاً موجودة هذه الملاحظات على القناة أيضاً عندما أكتب الكلمة أحاول أنظر للكلمة وأنطقها وعندما أكتب أيضاً ألفظ الكلمة أول مرة خمس مرات أعيدة على الحاضر بعدين على الغيب أيضاً خمس مرات وأكرر دائماً الكتابة تركز لدي المعلومة من الأفضل يكون لدي دفتر مخصص للمفردات أي مفرد تكون جديد عليه باكتبها بيكون بدفتر مخصص بهذا الشكل أنا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن أسباب ومشاكل الإملاء الإنجليزية وما هي الحلول طبعاً دائماً مع الممارسة والقراءة المستمرة والمتابعة بتكون عند الأمور أسهل دائماً لا تستعجل الحفظ لكن مع المتابعة والجهد المستمر رح تكون الأمور أسهل وأوضح لك أتمنى قدمت شيء للفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر